الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمؤمن هذا ما توقعت شركة ليدر كابيتل ماركتس للاستشارات المالية في إسرائيل تقرير للشركة قال إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية وتقدير الثمانية والأربعين مليار دولار أقل بتخديرات سابقة بينها إعلان المجلس الانتصادي الوطني الإسرائيلي في تقرير القضاء أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيخ أي فيعادل 54 مليار دولار وفي أكتوبر الباضي قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتلف الحرب والانتصاد 270 مليار دولار يومياً مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الفساد أرقام ليدر كابيتل ماركتس تعني أن الحكومة الإسرائيلية ستطرق بما إلى الاختراض مجدداً بشق طريقها خلال أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن بحسب وصف وكانة بلومبورغ